دورنا كجمعيات المجتمع المدني بعملة مقاطعة عين سباح الحين محمدي نشجب ونستنكر ونودين الهجمات التي تتعرضون للأساس مؤخرا أن الرقعة لأشكال العنف تسعت مؤخرا ولا بد من وقفة لجميع الهيئات والأحزاب والنقابات والبرلمان وعلى أكبر مستوى لأن الناس التي تتعرضون للعنف هم أساسي دينا عندما تجرح أستاذ يجرح مجتمع عندما تجرح الأستاذ يجرح مجتمع في بلدان راقية كاليابان وبعض الدول الغربية الأستاذ مقدس إذن تكون شخص مقدس إذن متلاحظوا أن في المؤسسات دينا التربوية وصلنا لهذا المستوى إذن لا بد من حل هذا المشكل الأباء لهم ضور كبير يعني ضور كبير في هذه السلوكات الشادة التي أصبحنا نشوفها في المدارس دينا أنا كرأي جمعية أباء إحدى المؤسسات التعليمية يعني حينته بأمي عيني رجل تعليم تيرد البنيات يقول لي هذي الهندام ديالك لا يليق بالقانون الداخلي ديال المؤسسة وأنه ما ما تتحترمش ما لابساش الوزراء البيضاء اللي خصت الباس ويكون الهندام يعني محترام تيحترمت الملقة القدسية ديال المؤسسة تلاحظ أن تيجي الأب تيتهكم على الرجل تعليم تقول لي ماشي شوهلك هذي ربنتي أنا اللي شريت لها هذي الحويج هذا هذي صورة من الصور الكثيرة ديالالآباء اللي تهم لهم دور كبير في هذ هذا إذا خصنا نربي ولداتنا خصنا نعلمهم أخلاق خصنا بزرق الحويج خصنا برنامان تشريع وسن قوانين لحفاظ الكرامة ديالأستاذ لحفاظ الكرامة ديالأستاذ لحفاظ الكرامة ديالالمتدرس التلميذته هو بدوره ونحافظه لأنه هذو مقاصرين تهم خصنا مجموعة من تحافظ الأمن ديالهم المخديرات والفاني اللي حبوب الهلواسة اللي أصبحت منتشر بزاف المؤسسات التعليمية ديالن واللي خصنا نحاربو هاته هي كذلك إذا مجموعة من السلوكات خصنا نعاونو عليها والليداتنا خصنا نحافظو عليهم لأن هذو الولييته هو نتيجة ديالواحد للمجتمع اللي أصبح ينجيب أطفال في هذ أصبح ينجيب أطفال في هذ المستوى اللي هلتنشوفو دابا إذا المنظومة كاملة ستدخل السلطة على أكبر مستويات الهيئات الأحزاب تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تديرو أبوني فلا شين يوتيوب تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي